خليني قبل بدخل في الأهل بإسماعيلي ويمكن في أكتر من نقطة يهمني أتكلم معك فيها أبا بالضبط كده عايزة روح لصلاح الحقيقة عندنا أكتر من تقرير وفابريزي رومانو يمكن كان لي تصريح مبارح والنهاردة معنا تقرير من أثلاتيك البريطانية وتقرير معاكس سماما من جيف مي سبورت التقرير بتاع أثلاتيك بيقول إنه فيه اتفاق وطبعا كل الناس بمجرد ما شافوا المشدة اللي حصلت بين يورجين كلوب وبين صلاح كان مشهد بالنسبة لهم غير متوقع وخصوصا بعد تصريح صلاح هو في طريقه الغرفة خلع الملابس إنه لو اتكلمت الدنيا هتولع ويورجين كلوب قال أنا ما نفعش أتكلم عن الموضوع ده خلص نحن أتكلم في قطة الليبس والموضوع وانتهى فواضح إنه فيه في الأمور أمور الناس كتير توقعت إنه ده يكون بعد الإعلان طبعا عن مفاوضات ليفر بول مع الموديل الفني الفاينر دولاندي بالضبط كده وبعد كان فيه كتير من التوقعات إنه ده آخر موسم لصلاح وإنه صلاح هيغادر أمفلد بعد نهاية الموسم المشدة دي أجيجة الأمور أثلاتيك بتقولك إنه فيه اتفاق ضمني أو شافهي بين إدارة ليفر بول وصلاح بالاستمرار في الأمفلد وتجديد عقد الصلاح للمفترض نهاية انتهي في 25 جيفمي سبورت بتقولك صلاح على وشك الخروج من أمفل وقالك إنه وجد صلاح للمقبلة إن لم تكن باشلونة ستكون فيه أحد أنديت القرمة في الدورة الإنجليزية وتوقعاتي أنا كمان بضم عليهم وممكن تكون لتفكير في الدورة السعودي أثلاتيك بتقولك إنه فيه تمانية مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفر بول ليس من بينهم مرموش بالمناسبة فراتسخيليا نابولي ليروي ساني نجم طبعا باير ميونيخ كريم عظيمي من دورتموند جارد بارن من وست هام مايكل أوليس من كريستل بالس بوكايوكو من أيندهوفن ورافينيا طبعا جناح برشتوني إيه معلوماتك وإيه آخر الأخبار في قصة صلاح بوسي عمد خلينا نقول إن الموضوع المشد فتح باب التكهنات خاصة إن تعرف إن الصحافة الإنجليزية يعني بتبقى حاجات زي كده أو موضوع زي كده بتبقى شيقة جدا ومثرية جدا للصحفيين وللوكالات كلها هناك فموضوع المشد خلنا نقول إن الموضوع من البداية يعني اللي حصل ده ما كانش وليدي الصدفة أو هو مش موقف حصل يعني أوجات تلقائية لأ أكيد فيه تراكمات داخل الغرف المغلقة ما كانتش واضحة للناس قوي يعني كان فيه بعض الناس بدأ يستشعر إن يورجين كلوب علاقته مع صلاح مش أفضل حاجة خاصة بعد عودة محمد صلاح من كأس الأمم الأفريقية والإصابة طبعا قوي كمان اللي خلى يورجين كلوب فنيا الفترة بتاعت غياب صلاح إن ليفربول كان بيكسب كل مبارياته تقريبا حتى في اليوروباليجو في الدولة الإنجليزية فعملت عنده حالة طمأنينة شوية على مستقبل الفريق بدون محمد صلاح وده اللي ما كانش محمد صلاح منتظره أو متوقعه فبعدها كمان صلاح بدأ يلاحظ إن يورجين كلوب ممكن في بعض المباريات آه يبقي على دكة البودلاء وده كانت حاجة من المستحيلات بالنسبة لمحمد صلاح باعتباره رقم واحد مش هنقول في ليفربول بس أو في النادي بس لكن رقم واحد في البرميار بديك أصلا يعني صلاح هو أهم لاعب وأفضل لاعب وينافس على لقب هدف البطولة يعني موضوع إنه يبقى على دكة البودلاء ده ما كانش وارد على خطر محمد صلاح أبدا يعني فالموضوع بقى أمر واقع وصلاح فوجي في مباراته واستهم ولكن يعني هي دي بقى زي منقول القشة التي قسمت ظهر البعير خلاص بقى هو صلاح ولقى نفسه إنه مش هيقدر يستحمل أكتر من كده لأن الموضوع بقى على دكة البودلاء بقى مستصاغ عند يورجين كلوب آه بقى حاجة عاديا أنه يقعد على دكة ويحتاجه في آخر عشر دقايق يعني حتى مش شوت مثلا أو ديها ستين لا بنزله آخر عشر دقايق فواضح من استلام البارد اللي كان بين الطرفين ولكن يعني خلينا نقول ليه كلوب اختار إن النهاية فنيا مع محمد صلاح شريك النجاح بالمناسبة تبقى بالشكل ده وليه محمد صلاح اختار إن النهاية أخلاقيا تبقى بالشكل ده مع يورجين كلوب أيضا شريك النجاح شراكة استمرت أكتر من ثمان سنوات حققوا فيها تقريبا كل حاجة محمد صلاح قدر يبقى واحد من يعني من أساطير الدوري الإنجليزي بعد حتى ما يرحل صلاح إن رحل وأساطير ليفربول بالزبط ولكن هو كان واضح كمان أنه كان في حالة تربص بمحمد صلاح يعني كاريجر المدافع ليفربول كان عنده أنت عارف من خلال السكاي لما بيطلع سكاي سبورتس بيتكلم دايما على صلاح وأن ده شبح محمد صلاح مش محمد صلاح الحقيقي وأن ركلات الجزاء الموضوع كان متناول إعلاميا فده بكل تأكيد شكل ضغط على محمد صلاح ولكن ما كانش ينبغي على محمد صلاح أنه يتعامل مع يورجين كلوب بالشكل ده خاصة أنه عارف أن يورجين كلوب ده المسم الأخير لي واللي بالمناسبة أنا بشوف أن مشاكل ليفربول فنيا والمشاكل اللي حصلت دي أحد أسبابها في رأيي إعلان كلوب الرحيل مبكرة مبكرة آه يعني أنا كنت أفضل زي زين الدين زيدان وقت ما حقق شاملز ليج مع ريال مدريد وأخذ لقب الليجة في نهاية المسم أعلن رحيله يعني باختياره فكان يورجين كلوب في وقت تتعامل لك برضو مفهوم الإدارة عندهم مختلف شوية بلايك يعني أنا استغربت جدا بالنسبة لنا إحنا ممكن تبقى غريبة بالنسبة لهم ده شيء عادي لأنه هم عندهم مستوى معامل احترافية أتمنى أن نحن وصلها فيهم يعني مثلا مثلا تتكلم على بار ميونيخ وعلى توماس طوخل لما يحصل اتفاقه ولسه في نص المسم ولسه عندك مش وارف دوري الأبطال أنت وصل قبل نهاية ويبقى المدير الفني عارف أنه كده كده ماشي جاب حتى بطولة الشامبيوز ليج لبار ميونيخ وده إنجاز هيحسب لتدخل حقا قبل كده مع تشيلسي وبيحقا تاني مع بار ميونيخ وتقول المدرب أو تقول الصحافة يعني أنت حتى ما اتفقتوش بينك وبين بعض في الغرف المغلقة لأنتوا اتفقتوا وثلاثة أعلنتوا أجماعة توماس طوخل تانكيو فاري ماتش أنت ده آخر المسم مع السلام برضو فكر مختلف جدا عني وسيقة بس الكيس مختلف أحمد يعني في البايرن كان فيه غضب جماهيري كبير جدا على النتائج اللي بيقدمها طوخل في الدوري الألماني وخسارة البايرن اللقب الدوري مبكرا وبتعادوا عن المنافسة وتردي حتى حالة الفريق فإدارة بايرن ميونيخ ما كانش قدامها حل تاني غير أن هي تهدي الرأي العام وتهدي الجمهور بإعلانها اللي اتفاق مع المدرب على الرحيل في نهاية السيزن لكن الحالة مختلفة تماما في ليفربول أنا شايف أن ليفربول في وقت من الأوقات كان هو المتصدر في الدوري الإنجليزي كان بينافس بقوة على لقب اليوروبا ليك تقريبا كان سهل جدا يحصل على لقب أوروبي يمكنه من المنافسة بعد كده حتى على لقب السوبر الأوروبي وعودة مرة أخرى لمنصات التتويج أوروبيا كل ده أنا بشوف أنه تأثر حلم ليفربول في المنافسة على اللقبين المهمين جدا بإعلان كلوب الرحيل في نهاية الموسم والإعلان كان في توقيت مبكر وأنا بشوف أنه كان توقيت خاطئ خانو التوفيق أنا بشوف أنه خانو التوفيق حتى لو كان ممكن يبقى فيه اتفاق ضمني مع الإدارة ولكن أنا بشوف توقيت الإعلان حتى انعكس واضح أنه انعكس على حالة الفريق لأن كلوب إحنا تكلمنا عنه هنا في حلقات كتير وقلنا أنه عنده كمان ارتباط عطفي كبير جدا مع معظم اللعبين فممكن بعض اللعيبة تكون بتفكر أن مع رحيل يورجين كلوب أنا مش هبقى ليه ما كان في الفريق فيبدأ يعني يبحث عن آه يبحث عن عروض آه بالضبط كل دوت أعتقد أثر ولكن الضربة الكبرى طبعا جات من أهم نجمة في الفريق طبعا الشكل ما كانش حلو طبعا ما كناش نتمنى أن دي تكون النهاية بين الاتنين تجديد إدارة أو حتى لو كان فيه رغبة أو فيه اتفاق زي ما قالت أثلاتك بين إدارة ليفربول وبين صلاح أنه إحنا عايزين نجدد عد صلاح وفيه رغبة في استمرار هل تجديد بغرض الاستمرار ولا تجديد بغرض البيع والاستثمار خلينا نقول يا أحمد أن تجربة ليفربول مع أرنس لوت تجربة يعني هو ليفربول طبعا أكيد حاطت في الحسبان تجربة تنهاج مع منجستر رنايتد مدرب جاي من الدور الهولندي عامل مشروع مع آيكس يعني سلوت مع فينورد وكان تنهاج مع آيكس بالضبط أنا بشوف أنها تجربة مشابهة لتجربة تنهاج أكيد ليفربول حاطت في الحسبان أنه مش عايز يخش في الدوروب الكبير اللي دخل فيه منشستر رنايتد فإبقاؤه على محمد صلاح اللي هو العمود الأساسي في النادي وفي تشكيل الفريق أعتقد أنه هو هيكون عامل مساعد كبير جدا أو هو أهم عامل من عوامل نجاح المدير الفن الجديد اللي هو بالمناسبة زي ما بيتردد في وسائل الإعلام أن سلوت هو تجربة مؤقتة أو مرحلة انتقالية للنادي يعني يتخلص من تجربة طبعا يورجين كلوب لأنها كانت تجربة ملهمة وتجربة عظيمة استمرت سنوات سلوت ممكن يعني يستمر موسم أو موسمين ما تعرفش ولكن ضمانات النجاح بالنسبة له مش مؤكدة فوجود محمد صلاح يضمن لإدارة ليفربول اللي بالمناسبة اختيارها لسلوت يعني هي فضلت السلوت عن أمولي المدير الفن لآيند هوفن بالمناسبة لأن ده يتمسك بالصلاحيات الكاملة وسلوت وافق أنه يترك بعض الصلاحيات أو تقريبا نص الصلاحيات للإدارة فالإدارة واضح أنه عندها تمسك بموضوع الصلاحيات عشان كده رحت السلوت مش لأمولي المدير الفن أنا زيان بقولك أنا بشوف أن المشكلة أو اللي حصلت دي بشوف أنها خلق الدوافع الجديدة عند محمد صلاح أنا مش عايز أرحل من ليفربول بالشكل ده أنا أسطورة وأنا رقم واحد وأستمر موسم كمان محمد صلاح بالمناسبة لسه مش كبير يعني 31 سنة أو 32 سنة يقدر يستمر سيزون آخر في الدور الإنجليزي يكسر فيه أرقام يحقق فيه بطولات يعني نتمنيه له كده إن شاء الله أنا في جميع الأحوال يعني الكلام طبعا على أنه صلاح ممكن يرحل عن ليفربول ده السيناريو ويبقى في الدول الإنجليزي صلاح ممكن يرحل عن ليفربول أو عن إنجلترا يبقى في أوروبا وتحديدا في أسبانيا فيه تقاريب تقول أنه فيه ممكن يبقى تمام ولو أنه ده من وجهة نظري مستبعد شوية مع مشاكل برشلونة الرقم كبير لا يعني كان حتى الرقم اللي تداول أعمل عشان كبير جدا برشلونة يعني 150 مليون لكن أتمنى نهاية طليق بمشوار نجح أو الضمت صلاح أنا بشوف إن كان فين بقى أو أين كان لون التيشرت اللي هو هيلبسه أتمنى الحقيقة أنه ختم مشوار صلاح يبقى يبقى أيقوني زي مكان مشواره في الملعب في أوروبا شكرا